الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلماً كثيراً أما بعد إباد الله إن الفرقة والاختلاف داءان وبيلان يقيدان بالأفراض والأمم عن الإصلاح والبناء ويمكنان للهدم والفساد ويسببان ظلمة القلوب وفساد الألسن والطاعن في الناس وقد يؤجيان إلى الاحتراب والتقاتل لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة منورة أسس الدولة الإسلامية الجديدة على أسس ثلاث الأساس الأول بناء المسجد الأساس الثاني المؤاخات بين المهاجرين والأنصار الأساس الثالث المؤاهدات بين المسلمين وغيرهم وقفنا عند هذه الأسس الثلاث وقلنا لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسس الثلاث ما أن في الإسلام أسسا غيرها كثيرة إن هذه الأسس الثلاث هي أساس التعايش السلمي وربط للصلة من جوانبها الثلاث فالمسجد يربط صلة الأبد بربه والمؤاخات بين المهاجرين والأنصار تربط علاقة المسلم بأخيه المسلم والمؤاهدات بين المسلمين وغيرهم تربط علاقة المسلم بغير المسلم أولا كان الأساس الأول هو توثيق السلة بالله لأن أي مجتمع لا يكون متصلا بالله لا يكتب له النصر ولا النجاح ولأن الاتصال بالله يؤزز أهل الحق وينصرهم نصر عزيز مقتدر وتمثل توثيق السلة بين بالله ببناء المسجد النبوي الشريف الذي كان أول أمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وشارك بنفسه في بناء المسجد النبوي ليوضح أهمية المسجد وأهمية رسالة المسجد في أذاء الشاعر وتوثيق السلة بالله سبحانه وتعالى وأقدم جالس الإلم كان الأساس الثاني يتمثل في المؤاخات بين المهاجرين والأنصار فلقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وجعل منهم إخوة متهابين تعاونوا وتهابوا بأمر الله سبحانه وتعالى فأصبحوا متعاونين على البر والتقوى وكان الأنصار عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن هذه المؤاخات لم يقف أمرها عند هد المؤاخات فحسب بل أصبحوا بها يتوارثون كما يتوارث الأبناء من آبائهم حتى نزل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ثالثاً وكان الأساس الثالث الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم هي المؤاهدة التي آهد فيها المسلمين وغيرهم من اليهود والنصار والنصار فشرط لهم وشرط عليهم وهي تُؤتبر أول وثيقة أرى فتح البشرية لهقوق الإنسان وهذه المؤاهدة تُفهم بعض الذين يتشدقون بأن في الإسلام عصبية أو أن فيه عنصرية فكان تعايس السلم يحمل أوضح الدلائل على تسامه الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقف وقفة المعالج عند هدة الإختلاف أو التفرُّق أو التنافر بين أفراد المجتمع امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى وأتصموا بهبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفى هفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لأن لكم تهتدون كما كان صلى الله عليه وسلم ينهى أن العصبية القبلية التي تولد التفرق العنصرية في المجتمع والتي تؤثر سلبياً على التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى أصبية وليس منا من قاتل على أصبية وليس منا من مات على أصبية روح أبو داود روح أبو داود ونما ننتظر ونما نتظر ونما ننتظر ونما ننتظر ونما ننتظر ونسا ينبذني ونفذني أمان يرتب ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر